معنا الأستاذة رشاة من الغربية وأستاذة رشاة اتفضلي قالوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته لست ما تفضلت الشيخ على السلام بس سؤالي اتفضلي أول سؤال أنا عاملة ورد بالليل أسكار وبعد أقول أنفع أكون لابس الحجاب وقاعدة على السجدة والله برحتي في الشقة طيب يعني أنت بتقولي أن أنت ساعات ونت بتقولي أورادك وأسكارك هو أنت لازم تكوني لابسة حجابك ولا ممكن تكوني قاعدة براحتك في هون تقولي أسكارك هقولي أجاوب حضرتك فيه سؤال تاني السؤال التاني أصلى على النهاب علي أفضل السلام ونساك ده ودعي نفسي ولا صلى على ودعي نفسي بره بره الصدق أجاوب على حضرتك حاضر إحنا عندنا السؤال الأولاني هل يجب أن أكون بحجابي وأنا أذكر لا 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 يجب وهل ده ينقص السواب أو يعمل كده لا لو أنك قرأتي أذكارك بأي معنى ولكن بحضور مع الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون أحسن طيب وما أعتاد عليه الصالحون من الاحتشام ومن الاحتجاب عند ذكر الله ده نوع من أنواع الأدب مع الله والأدب مع الله بيرفع الدرجات ويزيد في السواب لكن أنا لو فعل أننا ذكرت الله وده مأخوذ من قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فظهر من ده أن الإنسان يذكر الله على كل حال فإذا ذكرت الله ما يكونش عليك اسم ولا حاجة وده ما ينقص من سوابك لكن لو كان واحد زاد في الأدب مع الله يزيد سوابه آه يزيد سوابه يزيد سوابه للأدب مش ليه مسألة الذكر السؤال الثاني هل أصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في سجودي إحنا اعتدنا وخلاص وده أصل عندنا أن أعلى الذكر والصلاة على حضرة النبي فلما أصلى على حضرة النبي أصلى على حضرة النبي بنية الذكر في الصلاة فإذا فعلت ده آه يجوز لي أن أصلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في سجودي وأدعو يجوز لي أن أنا أفعل ده ويجوز لي أن أدعو نفسي طبعا السجود موطن من مواطن الدعاء لكن القضية أصلي على حضرة النبي في السجود ولا أصلي بنية أن هذا من الزكر الذي يفتح الباب لتلقي الهباة الربانية إذن أستاذ رشا هذا الكلام احنا نتكلمنا عن حاجتين عن الاحتشام يزيد الأدم مع الله سبحانه وتعالى ومسألة أن الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح حتى سيدنا الإمام علي حتى سيدنا الإمام علي كان يصلي على حضرة النبي في أول الدعاء ويصلي على حضرة النبي في آخر الدعاء ويقول إن الله أكرم من أن يقبل أول الدعاء وآخر الدعاء ثم يترك ما بينهم فنصلي على حضرة النبي بنية الزكر والصلاة كلها ذكر ولا ذكر الله أكبر ولذلك إلا حاصل بما أن الصلاة على النبي أفضل الزكر فيجوز إننا أصلي على أن الصلاة ذكر نعم